التهديدات الخطيرة التي يشكلها ارتفاع حالات الاصابة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الازرق وانتقال المرض الى الولايات المجاورة باتت امرا مزعجا اغلق مضاجع المواطنين في جميع الولايات الامر الذي يؤكد ان السودان يعاني من مشكلات بيئية كبيرة ومما يتطلب جهودا لتصحيح الاوضاع البيئية والصحية عموما للمزيد نتابع هذا التقرير ارتفاع حالات الاصابة بالكوليرا في ولاية النيل الازرق وانتقال المرض لولايات النار المجاورة بات يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين حيث سجل مستشفى الدمازين خلال الايام الماضية ثمن حالات جديدة ليرتفع عدد المصابين بعنابر العزل الى 19 حالة بالولاية فيما كشفت ولاية النار عن حالتين بمستشفى المدينة بجانب الاشتباه في 25 حالة اخرى بالولاية الامر الذي يشير الى ان المرض بدأ يحوز طريقه لخارج الولاية الاعوام الماضية شهدت ظهور حالات للكوليرا بالبلاد خاصة في ولاية النيل الابيض بيد ان النظام البائد فضل اتباع سياسة التكتم عليها تحت مسمى الاسهالات المائية خوفا من احداث بلبلة في الشارع العام وتأسر الاستثمار بالبلاد بيد ان حكومة الثورة قررت اتباع سياسة الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام حتى يأخذ المواطنين حذرهم ومن ثم تقوم المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية الصحية بمساعدة السودان لتجاوز الازمة الصحية انتشار مرض الكوليرا بالبلاد خلال الاعوام الماضية يؤكد ان السودان يعاني من مشكلة بيئية كبيرة وتدهور في البنيات التحتية للقطاع الصحي مما يتطلب بحسب المختصين تكثيف جرعات التوعية الصحية والقذائية للمواطنين لتجاوز المشكلة الصحية ومن ثم وضع خطط متكاملة لتلافي انتشار الامراض الوبائية في المستقبل